شاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحي ملا قلوبكم نحن معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل احنا كنا في الحلقة السابقة بنكلمكم عن ظهور بعض التعليم الخاطئة واننا بنجهز للرد عليها بس كان بينقصنا تحديد الوقت للرد فاخدنا قرار اننا نبدأ اليوم اولى الحلقات كثير منكم سمع في الفترة الاخيرة تعليم غريبة على الكنيسة مضادة للعقيدة الصحيحة وتفسيرات بعيدة تماما عن روح الكتاب يعني بتصل لحد الهرتقة واحنا مطالبين من قبل الكتاب المقدس اننا لا نصدق كل روح بل نختبر الارواح وده بالضبط اللي احنا هنعمله هنا في برنامج الدليل تعالوا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة خلق آدم وحواء حقيقة أمرمز احنا هنكون في انتظار مشاركاتكم مشاهدينا ومداخلاتكم واسئلتكم بنرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا واحد أهلا فدوى أهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان ربي بارك حياة الجميع طيب خلينا ناخد فكرة مجملة عن الموضوع ككل عن التعليم اللي ظهرت بصورة مجملة وبعد كده طبعا هنبدأ ناخدها واحدة واحدة هو ببساطة ربما نادى البعض من قبل بأنه هناك بعض الأحداث أو الشخصيات الواردة في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين أنها مجرد رمز والبعض الذي ذكر أن الحداشر أصحاح الأولى من سفر التكوين هي مجرد رمز بداية أنا أحب أن أقول أنا لم أدعي يوما أني معلم ولن أدعي فيما بعد يعني أني معلم فيما أقدم هنا في برنامج الدليل أو فيما دعيت إليه في برامج أخرى أنا أنقل ما هو موجود في العقيدة وبالتالي هنا ما سأفعل في هذه الحلقات التي أعتبرها مجدا لعرض ما يقدم الوحي المقدس في هذا الإطار هل هو فعلا رمز ولا هي حقيقة تفرض نفسها يعني بكل شكل من الأشكال نعم ما سأتعرض له بنعمة الرأس في هذه الحلقة والحلقات القادمة التي أشجع الأحباء للمشاهدين أنكم تتابعوها معنا فمثلا هل آدم حواء رمز ولا آدم شخصية تاريخية حقيقية وكذلك حواء الجنة هل في جنة ولا هو رمز الوصية هل كان في وصية ولا رمز شجرة معرفة الخير والشر هل هي حقيقة شجرة حقيقية أم رمز الأكل هل هناك أكل من هذه الشجرة أم رمز الخطية والسقوط هل هناك خطية هل هناك سقوط أم هذا أيضا رمز ويندرج في هذا الأمر نوح الطوفان الفلك برج بابل هذا ما يشمل تقريبا الحداشر أصحاح الأولى البعض قال أن حتى القديث أثاناسيوس الرسولي نادى برمزية الشجرة والخطية والسقوط وسنرى هذا في حلقات أيضا لاحقة من كتابه تجسد الكلمة هل هو ذكر هذا الكلام أم هو تقول على القديث أثاناسيوس إذن التركيز في الحلقات القادمة على هذه الأصحاحات الأولى لن أخوض في على الأقل في الفترة دي موضوع الطوفان وبرج بابل سيترك لاحقا لكن الآن في الأصحاحات الأولى من سفر التكوين هذا ما سأتعرض له بنعمة الرب القدير طيب أنا بس عايزة يعني جزئية الآباء الأوائل دايما بنلقى في بعض المعلمين يعني اللي بيحاولوا يلجوا لهم سند حتى في مواضيع مختلفة مش بس في الحداشر أصحاح الأولى من سفر التكوين بيحاولوا يجدوا لهم سند من الآباء في القرن الخامس يعني في القرون الخامسة الأولى أنه فلان قال قديس فلان قال هل إحنا كمسيحيين علينا أن إحنا نقول أمين ولا المفروض أن إحنا نرجع نشوف مين قال إيه لا الكنيسة المسيحية هي كنيسة تعتمد على الوحي المقدس أولا لأنه سنجد أيضا بعض الآباء لهم آراء لم تحسب صحيحة ما الذي كان الفيصل في الأمر هو الوحي المقدس صحيح وهناك آباء معتبرين في الكنيسة لهم وزن أيضا نرجع إلى هؤلاء الآباء المعتبرين لنرى لكن في النهاية الوحي المقدس وفوق الجميع بدون استثناء نعم طيب خلينا نبدأ أنا حابب أبدأ بفيديو قصير جدا لأستاذ كبير هو الأستاذ موريس تودروس هو أستاذ العهد الجديد وهو لم يدرس في طائفة واحدة وإنما درس العهد الجديد في عدة طائف مسيحية والرجل هو يعني أولاده كثر يعني أساقفة وآباء كهنة قساوسة وشمامسة ومنهم أنا شخصيا شرفت بأن أكون تلميذ لهذا الرجل المبارك فنسمع فيديو لدكتور موريس تودروس قصير جدا ثم أبدأ في حلقة اليوم تفضلوا اسمعوا يا إخوة العقيدة العقيدة مش لسه حاجة احنا محتاجين نكونها يخطئ من يظن أن احنا سنبني العقيدة يخطئ من يظن أن احنا عايزين نعمل مجموعة عشان تعلمنا العقيدة عشان تتقول لي هي مبادل عقيدة احنا هنبتد نكونها في القرن الواحدة عشرين هنبتد نكون عقيدة الكنيسة عشان يطلعوا لي ناس يقولوا أراء لم نسمع بها طيلة الألفين سنة ونقول فلان ايه دا ايه المهزلة اللي احنا عايشين فيها ايه المهزلة اللي عايشين فيها إذن هذه يعني الصرخة من هذا الأستاذ العظيم ربما تساعدنا في بداية الخدمة النهاردة في هذا البرنامج وأقول للأحباء المشاهدين تحديدا الأحباء المسيحيين لا مشكلة أن نسمع الكل ولكن علينا أن نفلتر من نسمع وأي كلام لا يتماشى مع الوحي المقدس والوحي المقدس ليس آية ولا سطر ولا أصحاح الوحي المقدس هو مجمل ما في الكتاب المقدس هذا هو الوحي فلا يمكن أن نخرج آية من سياق هذا الوحي ككل لنعطيها بعدا لاهوتيا أو كتابيا يختلف عن مضمون الكتاب المقدس عندي سؤال فضل ما معنى رمز لمن يقول أن آدم رمز حواء رمز الجنة رمز الشجرة رمز ما معنى رمز وحتى أوضح سؤالي للأحباء المشاهدين نحن نقول أن الزبائح في العهد القديم كانت رمز لزبيحة المسيحة الكفارية صحيح وفيما نقول أن الزبائح كانت رمز نحن لا نقول بأنها غير حقيقية غير تاريخية غير ملموسة لم تكن موجودة لم يقدمها الآباء لكن نقصد رمز أن فعلها كفارتها كانت رمزا لكفارة المسيح العظيم إنما الزبيحة كزبيحة هي أمر حقيقي تاريخي موجود صحيح إذن نسأل هذا السؤال للذين يقولون أن آدم رمز الجنة رمز حواء رمز لو أن كلامهم رمز بهذا المعنى أن الزبائح رمز للمسيح ليس الزبائح في حد ذاتها ولكن فعلها هو الذي كان رمزا لكفارة المسيح العظيم فإن قالوا نعم بهذا المعنى يصبح تعبير رمز لا قيمة لاستخدامه لأنه لم يغير أي شيء ما قيمة أنك تقول أن آدم رمز وهو حقيقة إنسان تاريخي موجود له اسم له تاريخ ظهر في فترة معينة أنجب أولاد ننتمي له كلنا كبشر ما قيمة إذن كلمة رمز لا قيمة لها أما لو رمز بمعنى أنه غير حقيقي غير تاريخي لم يحدث أصلا إنما فقط هو مجرد مصطلح مستخدم ليعبر عن شيء معين عندها يجب الإجابة على تصريح الوحي المقدس بتاريخه الطويل في الكتاب المقدس والحقيقة التي يعرضها بكل بساطة حينما يقول آدم فهو لا لا يتكلم في آدم وحواء والسقوط عن مجرد رموز مصطلحات لأنما يتكلم عن أشياء حقيقية لها بعدها في الوصية وفي الوحي الذي ذكرت فيه هذا من جانب من جانب آخر أيضا نود أن يتم الإجابة على الأسئلة التي سنقدمها بنعمة رب في كل هذه الحلقات التي ربما تكون خمسة ستة حسب ترتيب الرب الإله هذه البداية لنسأل ما معنى رمز حتى يكون المصطلح الذي سنخدم عليه الذي سنتكلم عنه هو مصطلح معروف ما معنى رمز إذا كان رمز وعليش آسف للتكرار إذا كان رمز بمعنى أنه حقيقة تاريخية وقعت ملموسة معروفة كالزبائح الحيوانية في العهد القديم وهذا مثال واضح جدا لم تضيف كلمة رمز ولم تغير شيء طيب معلش قبل ما تكمل هو إيه إحنا لما بنتكلم هنا لما انت خدت المسأل بتاع الزبائح أصبح فيه رمز وفيه مرموز إليه تمام لما بيجي يقول لي آدم رمز لمين أو لإيه أشكرك دي جزئية فعلا أهمة لأن الزبائح في العهد القديم إن كانت رمزا فهي رمز لمرموز إليه هو شخص المسيح صحيح طيب إذن الوصية لا تأكل السقوط الخطية هي رمز لماذا ما المرموز إليه فإذن عشان كذا أنا ذكرت إنها إن كانت رمزا لن تغير شيء إذا كان رمز بهذا المعنى إنما إن كانت رمزا بمعنى أنها لا وجود لها وهي مجرد مصطلحات أعتقد هذا لا يتماشى مع روح الكتاب المقدس ولا مع التفسير الكتاب للكتاب المقدس ويحتاج إلى أجوبة كثيرة جدا نعم أود أن أقول على سبيل المثال آدم رأس البشر أول البشر وليس رمز للبشر يعني آدم شخص تاريخي له اسم له تاريخ له حياة شخص موجود كان موجودا في الزمن نعم فهو أول البشر رأس البشر لا يمكن أن نقول أن آدم رمز للبشر بمعنى أنه مجرد مصطلح ليس حقيقة تاريخية لمجرد أن يكون في أي جانب من هذه الجوانب الكثيرة آدم حواء الجنة الوصية السقوط نتائج السقوط أي واحدة من هذه تناولناها في صورة رمز إذن الكل رمز لا يصلح أنك أنت ستتعامل مع رمز في وجود أشياء حقيقية تاريخية إما الكل تاريخي حقيقي وإما الكل رمزي والكتاب المقدس يزكي بكل وضوح أن الكل حقيقي وهذا ما سأقدم بنعمة الرب خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة فإذا صرفنا واحدا إلى الرمز نصرف الكل إلى الرمز طيب أنا مش عارفة أنت حتجيب ذكر شجرة الحياة مش عارفة طبعا لكن شجرة الحياة هي برضو رمز صحيح بس هي موجودة صحيح يعني هي موجودة كحقيقة بس هي في نفس الوقت هي رمزي للمسيح تماما هي رمزي للمسيح لو زي ما أنت بتقول يعني لو اعتبرنا الكل رمز هل الكل وهمي يعني ملهوش وجود بكل تأكيد الكتاب المقدس قبل أن نسبق فنقول يعني أود أن نقدم ما عندنا بنعمة الرب خطواتل والأخرى حتى يتابعنا المشاهد نعم أتفضل أن أقول أنه الكتاب المقدس كله كله مبني على التوراة كل الكتاب المقدس لم يأتي ولا نبي من أنبياء العهد القديم إطلاقا بشريعة جديدة خارج عن إطار النموس في العهد القديم نعم فكل العهد القديم مبني على التوراة أسفار موسى الخمسة عقيدة الكتاب المقدس التي كانت تأمر بالزبائح الحيوانية والتطهيرات والتقدمات مبني عليه مبني على سقوط الإنسان وما هذه الزبائح كما ذكرنا إلا إشارة إلى شخص المسيح له كل المجد رمز لهذا العظيم المرموز إليه القادم لفداء البشرية فإذن إحنا لو مسكنا العهد القديم ودعوة الإنسان الأول فهي في حقيقة الأمر مبنية على السقوط على الخطيئة خلينا أقول لك العقيدة المسيحية بجملتها تماما مبنية جملة وتفصيلا على السلاث أصحاحات الأولى من سفر التكوين لماذا الفداء لماذا أتى المسيح لماذا التجسد لماذا يصلب لماذا يقوم كل هذه بدون استثناء لا يوجد دارس مسيحي واحد يقول أنها لا تعتمد على السلاث أصحاحات الأولى من سفر التكوين فهل هي مبنية على رمز أم على حقيقة وضحت ووقعت في التاريخ الإنساني يبقى أنها مبنية على حقيقة جوهرية تاريخية ملموسة خاضها الإنسان وبالتالي دبر الرب الخلاص منذ السقوط أعلن الخلاص الموجود عنده في الأزل دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم هذا ليس في التكوين ولا في التوراة هذا في العهد الجديد يعني الفداء الفداء الذي قدمه المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم بعد السقوط فقط أعلنوا المسيح أعلنه الرب الإله في العهد القديم أحب أقول أنه بالعهد القديم ورد اسم آدم فقط مية سبعة وخمسين مرة في العهد القديم في العهد القديم فقط مية سبعة وخمسين مرة على أي أساس ورد على أساس أنه أبو البشر على أساس أنه رأس الإنسان هكذا ورد اسم آدم بكل بساطة في العهد القديم فهل معقول مية سبعة وخمسين مرة يرد اسم آدم لمجرد رمز ولا هو حقيقة إن كان آدم حقيقة ما حوله هو حقيقة ما حولوا يدبعوا هو حقيقة يصبح الوصية حقيقة السقوط حقيقة شجرة معرفة الخير والشر حقيقة رمزية هذه الإصحاحات وهم قلة الذين ينادون بأنها مجرد رمز هذا الفكر وإن كانوا يقصدون أو لا يقصدون هو يخدم عدم الخلق لا يخدم قضية أخرى لأن الأصحاحات الأولى هي خلق الله لهذه الحياة بكل أشكالها ثم حقيقة خلق آدم وحواء وحقيقة بداية البشرية من آدم وحواء ده المذكور في الكتاب سؤال ده الحقيقة المذكورة إن لم يكن هذه الحقيقة فما هي الحقيقة لازم يكون عندك إجابة إن كان لا يوجد شيء اسم آدم لا يوجد شيء اسم حواء وهذه مجرد رموز ليست الحقيقة التاريخية التي وقعت عليك أن تقول لنا ما هي الحقيقة إذن إيه هي الحقيقة سؤال مهم جدا يجب الإجابة عليه أنت أصلا النهاردة لما تلغي شيء لا بد أن يكون لك البديل صحيح إنما تلغي شيء ولا تقدم البديل يبقى أنت في ورطة بلا شك إن لم تكن هذه هي الحقيقة حقيقة أن هناك شخصية تاريخية اسمه آدم منه حواء وجدا في الزمن في جنة عدن كانت هناك وصية لا تأكل من هذه الشجرة كل هذه الحقيقة مرتبطة ببعضها طلعت واحدة قلت رمز مجرد مصطلح أنت أخرجت الكل إذن الغريب في الأمر اللي أنا لاحظته أن من يقول أن برمزية هذه الأشياء هو يؤمن بالسقوط ونتائج السقوط يعني الفساد الطبيعة البشرية ويؤمن باحتياج الإنسان لعلاج هذا الفساد الأبدي يعني مجيء المسيح يعني يؤمن بالصلب والفداء والقيامة خليني أروح في هذا الاتجاه للحظات وهو اتجاه غير صحيح أنه أرمز جزئية إجازة لي تعبير ترميز ده الأصل الأصل ونتائج الأصل أعتبرها حقيقة يعني الحقيقة أعتبرها رمز ونتائج الرمز أعتبرها حقيقة هل ممكن يكون ده منطق يعني؟ الأصل أعتبره رمزا وما نتج عنه أتعامل معه كحقيقة أم أن الأصل أصلا وما نتج عنه لأنه حقيقة كان الناتج أيضا حقيقة تعامل معها الوحي المقدس عبر التاريخ كله تاريخ الكتاب المقدس على أساس أنها حقيقة خلينا أروح في هذا الاتجاه لبعض الوقت طيب يعني هل في سقوط أنت تؤمن أن هناك سقوط؟ نعم كيف حدث؟ بعيد عن شجرة معرفة الخير والشر وبعيد عن لا تأكل كيف فسدت هذه الطبيعة البشرية؟ إن كان لا يوجد شجرة معرفة الخير والشر وإن كان لا يوجد وصية كيف حدث السقوط الذي استوجب التجسد؟ والموت في ذا الإنسان والقيامة والصعوب بطبيعتنا البشرية الممجدة إلى السماء؟ إذن إن كان هناك سقوط كيف حدث؟ بعيد عن الحقيقة المسكورة في الوحي المقدس في أصححات الأولى من سفر التكوين هل كان في وصية كسرها آدم؟ نعم ما هي الوصية؟ إن لم تكن الوصية لا تأكل من هذه الشجرة لأنك يوم تأكل منها موتا تموت فإن لم تكن هذه الوصية إذن ما هي الوصية؟ التي كسرها آدم وحواء وإن لم تكن هناك شجرة فما هي الوصية؟ ودارت حول ماذا؟ ما هو المنع؟ منع من ماذا؟ إن لم يكن المنع من الأكل من الشجرة فهو كان منعا من أي شيء حتى يحدث سقوط يبقى فيه شيء معلوم بذاته منع منه الإنسان الأول وحينما عصى الله سقط وفسد الطبيعة البشرية البعض يتساءل عن الشجرة وما اسم الشجرة وكأن في فكره الخطيئة من عصارة الثمر وكأن أكل من شجرة معرفة الخير والشر في هذه الثمر هي عصارة الفساد لا عزيزي الأمر مش كده الفساد في عصيان الله الكتاب واضح في العهد الجديد الخطيئة هي التعدي الخطيئة كسر الوصية والناموس يؤكد أن ملعون من كسر واحدة من الناموس من مناهي الناموس هو سقط في الكل يستوجب الموت إذن ما علاقة أنه أنت بتسأل عن اسم الشجرة ما الوحي المقدس في روعته وجماله لم يذكر اسم الشجرة لأنه لا قيمة لاسمها القيمة في أنها فيها وصية فكسرها آدم فسقط في التعدي كان ممكن تكون أي شجرة أخرى اسمها شجرة معرفة الخير والشر التي ينهى عن الأكل عنها ليس القيمة في اسم الشجرة أو نوع هذه الشجرة القيمة في أن هذه الشجرة دارت حولها وصية لا تأكل لا تعتقد أن اللهوت المسيحي خال من هذه الأجوبة أن الأمر ليس في الشجرة الأمر في الوصية المرتبطة بهذه الشجرة طبعا لو سألتك ليه الله ما ذكرش اسم الشجرة في الكتابة المقدس لأنه ببساطة ليست لها القيمة التي ينبر عليها الوحي أسماها معرفة الخير والشر أي بعصيانها سينتج بعصيان الله بعصيان الله سكرا سينتج معرفة الخير والشر معرفة اختبارية وليس مجرد معرفة نظرية معرفة اختبارية سيعيشها آدم لقبت بهذا الاسم معرفة الخير والشر ولذلك ليس لم يركز الوحي أصلا على اسم الشجرة ولا حتى الشجرة التي كانت ترمز إلى المسيح الحياة أسمها شجرة الحياة يقولون أن القديس أثناسيوس ربما من بعض لا يعرف من هو القديس أثناسيوس له وزنه في المنظومة التي شرح بها اللهوت المسيحي في فترة ما بعد بيت بضعة آريوس ومعه أخر كثيرين يعني يقولون نادى برمزية الشجرة ونادى برمزية حواء ونادى ب... لم يحدث وهذه ستكون حلقة قائمة بذاتها نشوف هل هناك يعني عنده كتابين مهمين جدا تجسد الكلمة والرسالة إلى الأريوسين إلى الوسنيين طيب هذة كتب موجودة سنقرأ ونأتي بالكتب هنا ونقدم إن كان ده في اتجاه في اتجاه آخر أنا عندي الوحي هو الأساس صحيح مهما كانت الأسماء تعندك وحي مقدس ما طلع آريوس في يوم من الأيام وآريوس اسم كبير برضو وذكر أن المسيح إله والمسيح خالق والمسيح ينبغي له السجود في أكثر من كده طيب يظهر وكأنه رائع جدا ما المشكلة المسيح إله والمسيح خالق والمسيح ينبغي أن يعبد بس ليس هو الله فنادى بتعدد آلها أقولنا ماشي ده أريوس رجل شاطر ولا ردوا عليه من الوحي المقدس ردوا من الوحي المقدس فالوحي المقدس فوق الجميع وأنا أحب أن أنطلق من الأصحاحات الأولى من سفر التكوين وأحب أن أقول بداية إذا سمحتي لي أن في الخمس أصحاحات الأولى فقط الخمس أصحاحات الأولى من سفر التكوين ورد اسم آدم 26 مرة ورد فيها اسم آدم ليؤكد أنه رأس القشرية وأنه رأس الخليق بس في الخمس أصحاحات الأولى ناهيك عن بعد ذلك في الكتاب المقدس وسأعرض إلى هذه الآيات لنتأكد من سلس أشياء على الأقل الأمر الأول تاريخية الخلق وحينما أقول تاريخية الخلق أن هناك تاريخ معين خلق فيه الإنسان الأول آدم وحواء من هذه الآيات نؤكد مادة الخلق أنها كانت من تراب الأرض وأن في هذا التراب نفخ الرب القدر نسمة الحياة فأصبح آدم نفسا حي عاقلة بهذه النفخة أنه صورة الله الأمر الثالث طبيعة الخلق كيف تم الخلق هذا الكائن الجميل الإنسان كيف تم خلقه نعم فعلى أقل تقدير أركز على هذه الثلاث أشياء تاريخية الخلق مادة الخلق طبيعة الخلق طيب تفضل تحب أبدأ تفضل طيب إذن أبدأ هنا طبيعة الخلق تنسف رمزية آدم وحواء أرجع إلى سفر التكوين 278 وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا هنا الوحي يتكلم ببساطة ليست هناك أي تعقيد في القضية جبل الرب الإله من الأرض تراب هل ده رمز ولا فعلا كان فيه تراب تكوين آدم الأول تراب نفخ في أنف نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا هنا الوحي لا يتكلم عن رموز ولا يتكلم عن تراب هو رمز وشخص مصطلح لقب آدم هو رمز الأمر هنا بكل بساطة بسيط الوحي في سرده يتكلم عن حدث تاريخي ويقول لنا أنه في البداية جبل الرب الإله آدم تراب عمل شكل آدم ثم نفخ في أنفه نسمة الحياة فصار آدم نفسا حياة نأتي إلى حواء كيف جبلت حواء تكوين 2 18 إلى 23 وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معين نظيره فأوقع الرب الإله سباة على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم هل هذا حدث بالفعل أم أنه مجرد رمز لا يوجد آدم لم يدخله الرب في سباة لم يأخذ منه الضلع لم يبني هذه الضلع حواء لم يأتي بها إلى آدم لتكون له زوجة وهزي في حلقات قادمة هذا الأمر الوحي هنا يتكلم بكل بساطة عن أمر حدث فيه يشرح خلقة حواء بعد آدم ومنه نعم يعني آدم ومنه حواء وحتى يعني أنبر على هذه الجزئية تماما العاد الجديد ذكر هذا الأمر يعني أنا حينما أذهب إلى كورينس عفوا رسالة موسائوس الأولى الأصحاح 2 والآية 13 ويقول الوحي أيضا لأن آدم جبل أولا ثم حواء هل برضو هنا الوحي المقدس يتكلم عن رمز ولماذا في الزمن لماذا يذكر حتى الزمن أن آدم أولا أولا هي موجودة قدامكم آدم أولا يعني هذا التطابق بين طبيعة خلقة خلقة الله لآدم في سفر التكوين وتنبير الوحي المقدس عليها في العهد الجديد ذكر الخلق وذكر الزمن أن آدم أولا يبقى إذن لماذا حينما يكون هناك أصلا أذهب إلى الرمز وإنت ما عندك أصلا تفسير لهذا الأصل أو بديل له في الوحي المقدس أنا عندي أصل أروح ألغي الأصل وأقول عليه رمز وأتعامل مع نتائج الرمز على أساس أنها أصل هذا ليس منطق هذا بعيد كل البعد عن أي منطق طيب الرب الإله لما شاف آدم ليس جيدا أن يكون آدم وحده يعني هو شاف الوحده ولا ده برضو رمز أشكرك تعرف لو دخلت في التفاصيل أنا أشكرك من أجل التفاصيل صحيح بالضبط يعني هل هذا أيضا ربنا ما شاف هو الوحي يقول فراء نعم وراء آدم وحده وتعبير ليس جيدا هو تعبير عن محبة الله لهذا الإنسان واهتمامه به صحيح طيب وخلق له حواء ده برضو رمزة حتحطه فأشكرك على هذه الجزئية طبعا ألم يرى الله نعم ألم يعبر في الوحي المقدس عن محبةه الآدم ليس جيدا أن يكون آدم وحده حصر هذا أمر وقع حدث في التاريخ لا يمكن أن نرمزه وبعد ذلك بكل بساطة نتابع الرمز على أساس أو نتائج الرمز عفوا على أساس أنها حقيقة نعم طيب واصل طيب بعد الخطيئة في العهد القديم لم يترك الوحي المقدس هذا الأمر إلا ونبر عليه مرة تلو الأخرى سعود للعهد الجديد لأنه في أمور هامة جدا أريد أن أذكرها أيضا وردت في العهد الجديد تنسف تماما فكرة أنه آدم رمز أو لم يخلق من تراب نعم لكن خليني في إطار العهد القديم لأقدم منه شهود وشواهد مهمة جدا تكلموا بالوحي المقدس عن طبيعة خلقة آدم وحوة المادة التي خلق منها تاريخية هذا الخلق الثلاث أمور اللي بنعمة الرب أنا أشرت لها سفر التكوين ثلاثة تسعة عشر يقول الوحي المقدس بعد السقوط بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود طب مش دا حقيقة برضو إن الإنسان لحد النهاردة يعود للتراب هذا هو حق مطلق يعني الإنسان يعود إلى التراب هذا الكلام الذي كتبه موسى بالوحي المقدس عفوا قبل سلاسة آلاف وخمسمائة سنة من الآن والآن تجد ما يحدث يطابق هذا الأمر فالإنسان فعلا يعود إلى التراب ويدفن في التراب ويصير تراب حتى اللي بحرقوه بيبقى رماد يبقى هنا لما بيتكلم الوحي بعد الخطيئة عن الإنسان ويقوله بكل بساطة بعرق وجهك تأكل خبزا من لا يعمل لا يأكل هذا في العهد الجديد قانون موجود حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ثم يؤكد الوحي لأنك تراب إلى تراب تعود ونأتي ونقول هذا الرموز صعب الوحي ينسف هذا الأمر تماما خليني أكمل في هذا الإطار في الأصحاح أيضا الثالث آية 23 أخرج الرب الإله آدم من جنة عدن عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها يعني يطلع من جنة عدن علشان خلاص يشتغل في الأرض أي الأرض هذه التي أخذ منها طبيعة سرد الوحي هنا يسرد بكل بساطة عن حقائق تاريخية وليس عن رموز وأنا زي ما ذكرت الإنسان بيرجع للتراب لأن هذه الحقيقة التي أعلنها الوحي المقدس في سفر التكوين في أصحاحاته الأولى هذه كانت مجرد بداية ولكن هناك المزيد في العهد القديم أكمل طيب اسمح لي بس أخذ مداخلة وبعدين نكمل فريال من إنجلترا ألو ألو أخذ فدوة أهلا بيك أخذ فريال أهلا بيك عزيزتي سلام نعمة المسيح معاك ومع الأخ وحيد أخي الفاضل وحيد خلي اللي يعتقد بهذه العقيدة أو التعليم فقط أريد منه آية واحدة ودليل واحد في الكتاب المقدس يرمس بأنه آدم هو رمس وليس حقيقة رب المشقال فتش الكتب إذا كان آدم رمس وليس حقيقة إذن لا يوجد داعي لا للخطيئة ولا للفداء ولا لخلاص وهذا من أساسه تعليم شيطاني وهدف شيطاني ونحن أعتقد في آخر الأزمين الرب يباركك وتسند هذه العقيدة الشيطانية باسم الرب يسوع ومكتوب في الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد ومحسوم من أي خطأ أشكرك أخي وحيد الرب يباركك شكرا لك أخذ في ريال نكمل شوي طيب أروح لسفر المزامير سفر المزامير من الأسفار التي استخدمها الرب يسوع المسيح بعد القيامة وشرح للتلاميذ من المزامير عن طبيعته وعن قيامته فسفر المزامير أيضا يعني ليس فقط تسبيح ولكنه يحوي نبوآت كثيرة فهو وحي مقدس تماما ككل الكتاب المقدس ولكن أقصد من هذا الكلام أنه ضمن الأسفار التي حاوت كما هائلا عن النبوآت عن المسيح واستخدمها الرب يسوع المسيح بعد القيامة فهنا لو رحت للمزامير مزمور 103 13 و14 يقول الوحي المقدس كما يتراءف الأب على البنين يتراءف الرب على خائفه لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن قادي لا في الأصحاحات الأولى ولا الحداشة الأصحاح ولا ليدخل بسفر التكوين ولذلك حينما قلت أن الكتاب المقدس بني على أن آدم مخلوق على صورة الله ومثاله وهذه الجزئية في غاية الأهمية أننا صورة الله ولذلك كانت تجسد لإعادة هذه الصورة في شخص المسيح هذا هو اللهوت المسيحي ببساطة فكيف إذن لو رمزنا هذه الأشياء نصل إلى حقيقة الفداء والكفارة ودورها وما قدمه المسيح واستعادة صورة الإنسان مرة أخرى ليكون مشابها لصورة خالقه والآيات كثيرة ستأتي تباعا في الحلقات القادمة إذن نحن عندنا هنا في المزامير نجد هذا الأمر أن الإنسان هو تراب يذكر يعرف جبلتنا يذكر تراب نحن يعني بعض هذا الإناء هذا الإناء الخزفي هذا الإناء الإنساني ما هو إلا مبني من تراب نعم فبيتحنن علينا الرب يطرأف علينا زي الأبو على أولاده فهو أبونا السماو أيضا في سفر الجامعة نجد في سفر الجامعة يقول كلام صريح جدا يشمل ليس فقط مادة الخلق ولكن شوف هنا طبيعة هذا الخلق فيقول فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها الله ما أجمل هذا الوحي ده وحي يعني التطابق فيه ماء في الماء مع ما جاء فيه مع الأصل مع الأصل سفر التكوين فخلينا أحطهم لك كده قصات بعض عشان تشوف لو حطينا كده آد الجامعة فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها نحط سفر التكوين هنا وجبل الرب الإله آدم من الأرض ترابا يرجع التراب إلى الأرض كما كان هنا ونفخ في أنفه نسمة حياء وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها يعني إحنا بنتكلم عن سفر الجامعة سفر الجامعة كتب سنة ألف قبل الميلاد يبقى ما بنتكلمش عن سفر التكوين أنا لا أقرأ الآن من سفر التكوين أقرأ من سفر الجامعة وهذا التطابق الذي لا يزهلني بصراحة وهو التطابق مئة في المئة ببساطة لأن الروح واحد الكاتب هذا الكتاب هو واحد روح الله القدوس فعلى ما العجب العجب في من يقول أن هذه رموس ده العجب إنما الوحي المقدس واضح فكيف يكون آدم مجرد رمز وليس حقيقة بعد هذا التطابق اللي احنا شفناه يعني لسه عندي سأقدم آيات أخرى لكن على أقل تقديري إلى الآن ده حتى نفخة الرب في التراب أهي مذكورة حتى نفخة الرب في التراب ذكرت وسأذكر لك شواهد أخرى فيما بعد طيب خليني أخذ كمان مداخلة أبو داود من العراق ألو أهلا بك أخو داود بالبدء كانت الأرض خالية يا أخو داود خالية من من؟ من البشر أو من الحيوانات أو من الشجر وكانت خربة من اللي خربها ولماذا خربها والرب يبارككم وشكرا شكرا لك أخو داود الأرض خالية من الحياة لا يوجد فيها حياة لأن الأرض أصبق وجودا من الإنسان والحيوان نعم وانت لما تقرأ في سفر التكوين في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور إذن البداية الأرض كانت خربة خالية خاربة من شكلها وخالية من الحياة بجملتها إنسان وحيوان ونبات لا يوجد فيها على الإطلاق وربما خربة هناك تفسيرين أو مدرستين في هذا الأمر لأن الشيطان أخرب الأرض ومع احترامي لمن يقول هذا أنا لا أراه يتماشى مع ما أفهمه ربما يكون صحيح لكن هي خاربة لأنها لم توضع فيها الحياة فيما بعد خاربة من حيث كل شيء لم تكتمل الأرض في صورتها الرائعة البهية فما كانت في فترتها الأولى خاربة أما خالية فهي خالية من الحياة تماما شكرا لك عزيزي أكمل هذا الموضوع بتاع الأرض الإنسان أصله تراب الأرض ونفخ فيه الرب نسمة الحياة نسمة الحياة نرحل لأيوب أيوب 27 23 يقول إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي لن تتكلم شفتايا إثما ولا يلفظ لساني بغش ده أيوب يعني في سفر أيوب ما دامت نسمتي فيا ونفخة الله في أنفي ده مرادفات بس بكلمات مختلفة المعنى واحد نسمة هي الروح والنفخة هي الروح اللي في أنف آدم هو بيتكلم عنها أيوب ما زالت هي يعني هذه النفخة تعطى لكل إنسان جديد نسمة حياة نعم طب جاب من فين آدى أيوب الكلام ده جابوا من لا شيء من العدم أم أنه ينتمي إلى هذا الإنسان الأول آدم الذي نفخها الرب في أنفيه نسمة حياة نعم في أيوب أيضا روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني نفس المفهوم يكرره في أشعياء كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب ده مجرد نسمة تخرج يعني يعود إلى التراب إنسان ضعيف كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب ضعيف هل كل هؤلاء الأنبياء بالوحي يكتبون عن رموز أم عن حقيقة خليني أكمل معك زكريا النبي في زكريا 12 واحد يقول وحي وحي كلام الرب على إسرائيل يقول الرب باسط باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاب الروح الإنسان في داخله جاب الروح الإنسان في داخله كلها عقيدة واحدة تصد في الأصحاح الأول والتاني من سفر التكوين طبيعة ومادة طريقة خلقة الله لآدم وحواء ده كان مجرد آيات بسيطة في العهد القديم أنتقل إلى العهد الجديد لأقدم نفس المفهوم الروح واحد الكاتب واحد نعم في كورنسوس الأولى خمستاشر خمسة وأربعين إلى تسعة وأربعين وأشجعكم إرجعوا وإقرأوا هذه الجزئية لأن أنا اقتبست منها البعض هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا مكتوب فين يعني هنا الوحي في رسالة كورنسوس بيقول هكذا مكتوب أيضا يا ترى هو بيقصد أي كتاب مكتوب فين إنه آدم صار الإنسان الأول خلي بالك ده وحي مقدس يا إخوة فيه إنسان أول اسمه آدم أو هو بالاسم صار آدم مين آدم؟ الإنسان الأول ما تجيش تقول بعد كده رمز ما ينفعش هو حقيقة تاريخية وقعت صار آدم نفسا حيا وبيقول لك كما هو مكتوب يا ترى الوحي في رسالة كورنسوس في العهد الجديد بيقصد مكتوب فين تحب أوريك مكتوب فين؟ كمل معي يقول الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الأول اللي هو آدم اللي يتكلم عنه ترابي مخلوق من التراب تعالي شوف سفر التكوين وجبل الرب والإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة وبالتالي يأتي الوحي المقدس في العهد الجديد ليقول لك هكذا مكتوب مكتوب فين؟ مكتوب في سفر التكوين أهو ده اللي برجعك لي سفر التكوين مكتوب هنا مكتوب حقيقة أصل ليس رمز وإلا لكانت عامل معه الوحي على الأقل في العهد الجديد نبهنا أنه ده رمز يا إخوة ده رمز خلوا بالكم هو ما بيستخدم هنا ولا يستشهد بما في التكوين على أساس أنه رمز وإنما على أساس أنه حقيقة بسيطة ذكرت هكذا في بساطتها نكمل يقول وكما لبسنا سورة الترابي سنلبس أيضا سورة السماوي اللي هو المسيح لبسنا سورة الترابي لو رحت سفر التكوين خمسة ثلاثة وعاش آدم مئة وثلاثين سنة وولد ولدا على شبهه كسورته ودع اسمه شيثا يعني لبسنا سورة الترابي خلاص أصبحنا إحنا بننتمي لهذا الترابي في ولادتنا من بطون أمهاتنا ننتمي إلى هذا الترابي نحتاج أن نلبس سورة السماوي أليس هذا مفهوم الخلاص؟ أليس هذا هو اللهوت المسيحي؟ أننا لأننا نلبس سورة الترابي الساقط فإننا ترابيون وأننا نحتاج أن نؤمن بالمسيح السماوي ونلبس سورة وبالتالي نحسب سمائيين وهذا لا يتم إلا بقبول فداء المسيح موته لخلاص الإنسان من نتائج هذه الخطية الجدية وهو الموت الأبدي وفساد الطبيعة البشرية ليس هذا برضو حقيقة يتعامل معها الوحي في نصيها إن كان في العهد القديم أو في العهد الجديد واضح الكلام بسيط سهل يبقى إذن إحنا عندنا هنا مفاهيم كثيرة جدا في الكتاب المقدس وأنا زي ما تكلمت مع الأحباء المشاهدين ما هذه الحلقة اعتبروها إلا مدخل نعم لبعض حلقات قادمة فيها نرى الوحي المقدس بكل بساطة لأن نحن دلوقتي بس بنتكلم عن آدم وحواء لسه هنتكلم عن نسب البشرية كلها لآدم وحواء لسه هنتكلم عن حقيقة السقوط وحقيقة وجود وصية وشجرة إلى آخره نتكلم أيضا في التجسد للقديس أثاناسيوس الرسولي يعني في بعض الموضوعات اللاهوتية أحب أنكم تتابعوها معنا يبقى إذن إحنا هنا بنتكلم عن بداية طبيعة الخلق عن مادة الخلق وتكلمنا عن أن الخلق أمر زمني حصل أنا سأقدم آية يمكن الأحباء المشاهدين هيسمعوها مني خلال الحلقات ربما تتكرر وعلى رأي القديس أثاناسيوس في كتابه تجسد الكلمة أننا نطرق نكرر التكرار الموضوع ليس لمجرد التكرار ولكن لكي نضعه ونستخدمه في كل مرة بطريقة تخدم هذه الجزئية المعينة الآن طب أنا بس أستأذنك في مكالمة عملة تسقط خلينا نأخذ بسرعة أبو ويسام من إنجلترا ألو أهلا بيك أخ أبو ويسام نعم مرحبا كيفكم أهلا بيك البسم مباشر وإياك نعم نعم نتخبر نتخبر أنا جدا أشكر أستاذ وحيد على هذه المعلومات هذه جيدة اللي دين طينيها وأنا دائما متابع هذا البرنامج مالكم أنا من العراق وأنا من الموصر أصلا أهلا بيك فقط عندي فالسؤال على التكوين وال إنسان وشون صار وشون إلى آخر فقط ممكن تنطيني فد وجه تنظرك أو معلوماتك اللي عندي اللي عندك حتى أكون أنا مختنع بيها الحيوانات اللي صارت والهذه كيف خلقت وكيف صارت وكيف إلى آخر من الحيوانات وصارت هالطبيعة وقبل آلاف السنين وإلى آخرين وأنا جدا أشكرك أستاذ وحيد ودائما تنطين المعلومات الجيدة إن شاء الله ونكون بدعمة المسيح إن شاء الله أمين يا أخو أبو سام هل حضرتك أنت في مرحلة بحث ولا لا فقط للمعلوماتنا أنا مهندس وفقط أريد أعرف المعلومات هذه وكإنسان لازم يطلع على كل أشياء هذه شكرا لك أبو سام من ربي باركك حاضر طيب خليني معلش كمان أخذ يوحن من إسرائيل ألو ألو أهلا بك أخي يوحن تفضل أهلا بك وفي النهاية لما أنهل العمل والصراح الربي شاف أنه العمل كله أنجز كما أراد وشكرا إلىك شكرا أخي يوحن مداخلة رائعة شكرا لك أخي يوحن يعني أثريت الحلقة بهذه الجزئية يعني هو ذل الواضح من سرد الوحي المقدس خاربة وخالية لم تكتمل لم يكتمل شكلها الرائعة الجميل ليس فيها حياة بعد فشكرا أنه كمان أخذ النص العبري فذا بيوضح أكتر طيب بالنسبة للأخ أبو وسام أبو وسام أنا أشجعك أنك تقرأ أنا أذكر لك بس أنا أشجعك أنك تقرأ الأصحاح الأول من سفر التكوين فيه كل الخليق والأصحاح التاني تفرد فيه آدم يعني بأن الرب وضع في الأصحاح التاني كيف خلق هذا الإنسان لأنه تاج الخليق فستجد فيه الأصحاح الأول من سفر التكوين ست مراحل لخلقة هذا العالم لخلقة هذه الحياة التي العالم المحيط الذي نراه ففي يوم الأول كما اصطلح عليه الكتاب المقدس وربما البعض يقول أنه كان زمن طويل اصطلح على تسميته اليوم الأول ستجد أن الرب خلق النور في اليوم الثاني خلق الغلاف الجوي الذي يحفظ الأرض ولن أدخل في أمور علمية بترد إلى ذهني لكن حابب أكمل لك الفكرة اليوم الثالث هو فصل بين اليابس والمياه وظهر عالم النبات في اليوم الثالث عالم النبات بما يشمل وكان الوحي رائع حينما قال عشب بقل أشجار يعني حتى هذا فيه تسلسل رائع جدا اليوم الرابع تكلم عن الشمس والقمر والنجوم إلى هذا الوقت لم يكن هناك حياة بمعنى حيوان أو إنسان كان هناك النبات اليوم الخامس قال الله لتفض المياه زوات أنفس حية فخرجت فاضة المياه بأمر الرب كل الكائنات البحرية وأيضا الزواحف وأيضا الطيور هذه في اليوم الرابع اليوم الخامس لتخرج الأرض فأخرجت الأرض كل الكائنات البرية التي تعيش عليها والشيء العجيب يا رجل أنه ذكر وأنسى يعني مش ممكن يكون في الأرض والطبيعة دائما شاطرة عشان تطلع في البداية ذكر وأنسى عشان يكون في تزاوج والناس ليستمر يعني هذا الكلام البسيط للناس اللي يقولون ما فيش إله عجيب أنه الأرض تعرف تطلع ذكر وأنسى في كل الكائنات خلي بالك كل الكائنات ذكر وأنسى عشان تستمر عملية الإنجاب طبعا خلق الله الإنسان تاج هذه الخليقة وكما سمعنا من الأخ يحن من شوية استراح الله في اليوم السابع بمعنى أن هذا اليوم تميز بالكمال استراح للكمال الذي في خليقته بل واستراح في خليقته أيضا أخذ الآية نعم تفضل الآية الناسفة والتي تؤكد أن الإنسان الأول هو واحد وأن البشرية تنتمي إلى هذا الإنسان واللي دلوقت إذا كان يسموا فيه علم منصف في أعمال الرسل سبعة عشر أربعة عشرين إلى ستة عشرين شوف قوة الوحي يقول الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض أي كل أمة من الناس دي بص هنا بيقول لك كذا وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض من دم واحد دم واحد دم واحد تساوي الكرامة الإنسانية بين البشر مش زي ما اسمعنا الشيخ اليومين دول بيقول لك أنه دم المسلم أفضل من كل البشر ولا يقتل مسلم بكافر لا عزيزي يقتل لأن الإله إن كان هو الإله الحقيقي اللي خلق البشر خلق هذا التكافؤ بين كل البشر صنع من دم واحد من بشر واحد من إنسان الأول آدم حتى حواء دمها من آدم لأنها مأخوزة من آدم من هذا الجسد الواحد من هذا الدم الواحد ودي الحلقة القادمة بنعمة الرب فلازم بنعمة المسيح تابعها معنا يبقى إحنا هنا بنتكلم عن دم البشر دم واحد متكافئ مساوي لبعضه في الكرامة الإنسانية إذا كان بين جنس بين قبيلة وقبيلة بلد وبلد رجل وامرأة غني وفقير دين ودين هو متكافئ متساوي بين الكل فيأتي شخص يقول رمز على أي شيء بنى الوحي هذا الكلام إن كان هناك رمز فهل هذا الأصل بني على رمز ولا هذا أصل من أصل بالتأكيد هو أصل من أصل فدي أنا بعتبر الآية اللي هي أنا بسميها الآية الناسفة الشاملة الكاملة لحقيقة أن الإنسان أصله واحد إنسان واحد اسمه آدم من أم واحدة أم واحدة اسمها حواء حواء أخذت من آدم دم واحد نعم الكلام واضح لا يعطي مجال أو فرصة بأننا نحول هذا الأصل إلى رمز لنتعامل الغريبة بعد ذلك مع نتائج الرمز على أساس أنه أصل وفداء وكفارة وقيامة لا يمكن طيب هو في الإطار ده اللي أنت بتتكلم فيه أنه يعني الكتاب المقدس سلس صحيح في سرد الجزء ده على الأجل اللي أنت تكلمت فيه الأمور واضحة وبسيطة ليه إحنا بنصعب على نفسنا الأمور وبنحاول يعني نتخيل بعض الحاجات ونضطر في الآخر نقف جدام أسئلة ما عندهاش إجابات صحيح هو طبعا الحرب على الكتاب المقدس هي حرب موجودة وقديمة والمدارس بعد التشكيك تناولت هذا الأمر وكان إحنا مفروض نقف ويكون هناك ردود على هذه المدارس حتى وإن بدت في عصور قديمة حتى وإن ظهرت هذه الكلمات على ألسنة البعض قديمة بشكل من أشكال لا تعبر عن حقيقة الوحي المقدس وعودة لسؤالك ليه أنا أدى قدامي نص واضح بسيط أروح أفلسفه عشان يبقى رمز رمز ليه وما هو المرموز ليه زي ما أنت ذكرت من شوية على كل إن كان هذا موضوعنا في حلقة اليوم وبشجع الأحباء المشاهدين أنكم تتابعونا في الحلقات القادمة لأنها ستعالج بشكل من الأشكال كل هذه الأفكار التي نسمعها اليوم وإحنا حبينا نشارككم حتى يكون لديكم فرصة تسمعوا الكل رب يبارككم ويبارك حياتك شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين المسيح يبارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير ونشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر